ترجمة نانسي قنقر من وزارة الصناعة والتجارة وبتنظيم من الجمعية الإسلامية وشركة تشكلست ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين اليونيدو وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي آي بي أف وعدد من الهيئات والمنظمات الإسلامية والدولية بمشاركة خمسين شركة من داخل وخارج مملكة البحرين ويهدف الملتقى لسد الفجوة بين صناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي عبر مختلف الأدوات إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الحلال الذي تنوع في قطاعاته الغذائية المختلفة والزراعة واللحوم البيضاء والحمراء والمستحضرات التجميلية والأدوات الطبية بالإضافة إلى صناعة السياحة والسفر والخدمات المتنوعة كذلك سيتطرق الملتقى إلى أهمية التحكيم التجاري وفتح أفاق جديدة أمام رواد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علما بأن سوق الحلال العالمية لا تزال تشهد نموا كبيرا ومن المتوقع أن تصل سوق الحلال العالمية إلى 7 تريليونات و700 مليار دولار بحلول عام 2025 سوف تناقش في حيات المؤتمر ما يتعلق بتمويل صناعة الحلال ما يتعلق بالتحكيم عند النزاع ما يتعلق بفرص الاستثمار في صناعة الحلال ما يتعلق بالتحديات والأفاق المستقبلية هدفنا اليوم أن نصل إلى العالمية وعدم التقوقع في مجموعة من الدول أو غيرها وهذا لا يتأتى إلا بجهد عالمي ومشاركة عالمية وهذا ما نسعى إليه في البحرين الفعالية يراد منها وضع اللمسات الأولية أو الإطار العريض لتشريع الحلال أو منظومة الحلال في مملكة البحرين بجميع جوانبه سواء هنا أتكلم عن الخدمات أو عن المنتجات الحلال في مملكة البحرين بالإضافة إلى وضع إطار عام تشريعي ينظم الرقابة على هذه المنتجات وتعريفها يعني دورنا بشكل أساسي في إدارة الفحص والمقاييس يتعلق بوضع الإشتراطات الخاصة أو اللوائح الفنية الخاصة بمنظومة الحلال سواء تعريف المنتجات أعمال الرقابة أو الفحص أو استثار الشهادات الخاصة بهذه المنتجات وما إلى ذلك أعلنت استيسيل بحرين اختيارها 33 خريجا بحرينيا للالتحاق ببرنامجها التدريبي جيل آي سي تي وهو برنامج تدريبي وطني بالكامل يهدف إلى منح الخريجين البحرينيين الخبرات والمهارات اللازمة للارتقاء مهنيا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع كل من وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل تمكين بالإضافة إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي آي بي أف وقد تقدم للبرنامج في غضون سنة واحدة أكثر من 3000 خريج وما يقرب من 25% منهم من قائمة الموهوبين المسجلين لدى وزارة العمل من جانبه أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بمبادرات شركة أستيسية البحرين المجتمعية بشكل عام والبرنامج التدريبي الذي تنفذه الشركة بشكل خاص والذي يهدف إلى تزوين الخريجين البحرينيين من الملتحقين بالبرنامج بالمهارات والخبرات اللازمة في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهائة الوطنية الصينية للإحصاء ارتفاع انتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 1.19% على أساس سنوي ليسجل 410 ملايين طن في ديسمبر 2023 وأضافت الهائة وفقا لوكالة الأنباء الصينية أن وطيرة النمو كانت أقل بنقطتين و17 نقطة المئوية مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وأوضحت البيانات أن الصين أنتجت 4 مليارات و660 مليون طن من الفحم الخام في عام 2023 بزيادة 2.19% على أساس سنوي رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وذلك استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع من العام الماضي وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري أن التوقعات الاقتصادية تحسنت إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول الأخير في سياسات البنوك المركزية إضافة إلى أن تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من 2023 يعمل بمثابة رياح إضافية مواتية وتوقعت الوكالة أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى مليون و240 ألف برميل يوميا في 2024 بما يشكل ارتفاع قدره 180 ألف برميل عن توقعها السابق بسبب توسع الصين في قطاع البتروكيمويات اشتركوا في القناة